وبشأن معدلات التضخم أكد مدبولي أن نسبة التضخم التي تشهدها مصر هي نفسها قبل الجائحة وأضاف مدبولي أن أسعار الوقود ارتفعت بشكل غير مسبوق على الصعيد العالمي مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة في سعر الوقود في مصر بلغت 9.7% مقابل 54% على الصعيد العالمي في موجة تضخم عالمي حصلت العالم كله بيتكلم على نسب تضخم يعني دول زي الدول العالم المتقدم اللي هو كان التضخم فيها لا يتجاوز الواحد في المية النهاردة بيتكلمه في خمسة ونص متوسط تضخم على مستوى العالم المتقدم والعالم بصفة عامة الولايات المتحدة الأمريكية تضخم مصر 7.5% أعلى نسبة تضخم تشهدها أمريكا من 40 سنة احنا النهاردة مع الأرقام اللي أعلنها الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصر اللي هي 8% احنا بنعارفين أن احنا كنا مصر جزء لا يتجزأ من العالم ولكن هذه النسبة ببساطة شديدة احنا رجعنا لنفس نسبة التضخم اللي كانت موجودة قبل كورونا ودي ماشية مع مستهدفاتنا اللي احنا كنا عارفين أن مع التقدم والتنمية والنمو والاقتصاد وتحقيق نسب نمو طبيعي جدا كل الاقتصاديين عارفين أنه بيتواكب معه زيادات طفيفة وده اللي احنا دايما بنأمله أن احنا بيبقى يحصل معه زيادات طفيفة في التضخم اشتركوا في القناة